إيماناً من أن الأمن ركيزة أساسية من ركائز النمو والازدهار وصيانة مكتسبات الدولة سخرت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية الإمكانيات لتحقيقه ومن بينها البنى الأساسية للانتشار الشرطي في مختلف محافظات السلطنة من خلال خطة مشاريع لإنشاء مراكز ومشآت شرطية أمنية مختلفة تشرف على تنفيذها الإدارة العامة للمشاريع والصيانة تحرص القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية على تسهيل خدماتها وتطويرها وتوفير بيئة عامل مناسبة لطالبيها لتكون أقرب من مواقعهم يجري حالياً إنشاء ما يقارب 17 مشروع في مختلف محافظات السلطنة ومن المتوقع جاهزية أربع مواقع ومن أجل التوسع والانتشار في التغطية الأملية يتم إنشاء مباني جديدة لمراكز الشرطة الحالية وإضافة مراكز شرطة جديدة ومراكز شرطة المهام الخاصة بمختلف المحافظات فقد وقع معالي الفريق المفتش العام لشرطة والجمارك على العديد من الاتفاقيات لإنشاء مراكز للشرطة ومنافذ حدودية من المشاريع الخدمات الشرطة التي يتم إنشاء الله الانتهاء منها مشروع خدمات الشرطة في ولاية بركة مشروع خدمات الشرطة في ولاية السويق مشروع خدمات الشرطة في ولاية شناص أيضا مشروع خدمات شرطة في ولاية جعلان بني بوعلي هذه المشاريع ستقدم خدمات الجوازات والإقامة وأيضا خدمات الأحوال المدنية وخدمات المرور من أبرز المشاريع مشروع المنفذ الجديد بالربع الخالي المشروع هذا في مراحله النهائية حاليا يتم تنفيذ أيضا مشروع جديد هو مشروع منفذ الأسود إضافة لتطوير وتوسعة منفذ المزيونة تصاميم ونماذج لمنشآت الشرطة لتقديم خدمات متكاملة وفي مجالات مختلفة تهم بالمقام الأول أفراد المجتمع وتقديم وإنجاز خدماتهم الشرطية بكل سهولة ويسر وفي أقصر وقت وفق تخطيط استراتيجي علمي يواكب التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تعمل شرطة عمان السلطانية على تنفيذها ما هي إلا دعائم لإرساء الأمن والأمان في ربوع عمان الرايد سعيد بن محمد البداعي لتلفزيون سلطانة عمان مسقط ترجمة نانسي قنقر